السلام عليكم النهاردة هنعمل مع بعض الوردة اللي احنا شايفانها قدامنا دي هنعملها بالسلصال الفوم بطريقة سهلة جدا و اي حد يقدر ينفذها تعالوا مع بعض نشوف الطريقة بس قبل ما نبدأ انا هيبا موسى و دي قناتي ماميس كرافت يلا بينا نبتدي و ده بيكون شكل السلصال الفوم و احنا بنقدر نجيبه من المكتبات متوافر جدا و منتشر جدا اليومين دول و بيكون في 12 لون و بيكون جاي معا الادوات دي بنقدر نستخدمها في التشكيل بتسهل علينا التشكيل كتير و ميزة السلصال الفوم ان احنا نقدر ندمج اي الوان مع بعض و بتطلع علينا الدرجة اللي احنا عايزانها انا هنا استخدمت اللون الموف و حطيت عليه قطعة صغيرة جدا من اللون البنك و بنحاول ندمج السلصال جدا لغاية ما نوصل للون اللي احنا عايزينه اول حاجة هنبتدي نعمل 6 كرات قد بعض بالزبط و هنا حبيت او ريكو ازاي نعمل الكور قد بعض بنعمل زي استوانة كده و بعدين بنقسم قطعة متساوية وبعدين بنقوارها بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده و ده بيكون شكل الكورة و بنعمل 6 كور بنفس الطريقة و ده الوقت هنشكل كله تقور بالطريقة اللي احنا شايفينها قدامنا ده و ده الوقت هنبتدي نلزقهم في بعض بالشكل ده هما بيتلزقهم مش بنحتاج لزق ولا اي حاجة و مجرد ان احنا بنحطهم جنب بعض كده بيتلزقهم و ده الوقت بنجيب الاداة اللي شبه السكينة و بنعمل خطين في كل ورقة بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده و ده الوقت هنعمل كورة باللون الاصفر و نحطها في النص بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده و بنضغط عليها و بنحاول نثبتها كواف و ده بيكون شكل الوردة و ده الوقت بنجيب اي غطة ازازة عندنا و انا هنا استخدمت الغطة الشفافة اللي بيكون على ازازة دواء و نخلي بالنا ان يكون حجم الغطة ملائم للوردة اللي احنا عاملنا و ده الوقت هنجيب سلصة البني بس الموجود عندي كان فاتح فضفت عليه شوية اسود علشان اغمقه شوية و طبعا ده مكتوم كويس جدا علشان اصار للون اللي انا عايزاه و ده الوقت هنحط السلصال في الغطة بالطريقة اللي احنا شايفانها قدامنا دي و نتأكد ان احنا نكبسه كويس بحيث ان ما يبقاش فيه مساحات فضية تحت و بنساوي السطحة بالشكل ده و ده الوقت هنجيب مجموعة من خلة الاسنان و نعمل بهم فتحات صغيرة زي الشكل اللي قدامنا ده و ده بيكون شكلها بعد ما خلصناها و ده الوقت هنعمل ساق الوردة هنجيب سلصال اخضر و هنجيب خلة اسنان و ده الوقت هنعمل بالسلصال استوانة بالشكل ده و هنغلف الخلة بيها و نضبطه بالصمك اللي احنا عايزينه و نشيل اي زيادات بشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده و هنحاول نسيب جزء من الخلة فاضي ما فيه السلصال لان ده اللي هنثبته في السلصال البني بالطريقة اللي هنشوفها كمان شوية و دلوقت هنثبت الوردة في الساق بالطريقة زي برضو من غير لاتقوة لأي حاجة هو مجرد ان احنا نثبتها كده و نمسكها شوية بنلاقيها لزاق خلاص و دلوقت هنعمل كورتين صغيرين باللون الاخدر علشان نعمل فرعين و هنشكلهم بالطريقة اللي احنا شايفينها قدامنا وبالادل شبه السكينة هنعمل تفاصيل الفرع بالطريقة زي هنعمل خط في النص و 3 خطوط على الاجناب و هنلزقه في الوردة بالطريقة زي و هنقرر نفس الخطوات و نعمل فرع تاني و نلزقه و دلوقت هنثبتها في الفوم البني بالطريقة زي و ده بيكون شكلها بعد ما خلصناها ياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك و سبسكرايب و الى اللقاء في الفيديو القادم باذن الله و ده بيكون شكلها بعد ما خلصناها و ده بيكون شكلها بعد ما خلصناها و ده بيكون شكلها بعد ما خلصناها